اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رياضة سباق القدرة في مملكة البحرين وصلت لمستويات متقدمة لما تحظى به من رعاية كبيرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا أشار سموه إلى أن مملكة البحرين بفرسانها المتميزين تواصل تعزيز مكانتها في البطولات العالمية لسباقات القدرة وتحقيق الإنجازات الرياضية بما يسهم في رفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية وفقا للأهداف والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى حضور سموه هذا اليوم منافسات بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر التي قيمت في مونبازاير بالجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك بمشاركة الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة حيث رفع سموه خالص التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي كما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذا الإنجاز العالمي الذي هو محل فخر واعتزاز كبير أشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدور الهام الذي يتولاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تطوير رياضة سباقات القدرة بمملكة البحرين وبقيادته المتميزة للفريق الملكي للقدرة والتي أسهمت في بلوغ المستويات العالية في هذا المجال ونيل المراكز المتقدمة في شتى المحافل الرياضية مشيرا إلى الحرس الذي أبداه سموه للإعداد للبطولة مما أهله لاعتلاء منصة التتويج بكل جدارة متمنيا لسموه وللفريق الملكي للقدرة دوام التميز والتفوق نحو مزيد من حصد البطولات والألقاب العالمية من جانبه رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة أسمى آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك بمناسبة تحقيقه للمركز الأول ولقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مومبازر بفرنسا لمسافة 160 كيلومتر وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تحقيق هذا الإنجاز المتميز للمرة الثانية على التوالي يعد ثمرة من ثمار دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة جلالته له طوال مشواره في الإعداد والتحضير ومتابعة جلالته لكافة مجريات السباق عبر التواصل الدائم الأمر الذي شكل دافعا قويا من أجل تحقيقه للمركز الأول في السباق والتربع على عرش رياضة القدرة وسط اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث كان لحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أثرا كبيرا في الحصول على دفعة معنوية عالية لإنهاء السباق بنجاح وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيقه للمركز الأول لا شك أن المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شكل حافزا كبيرا لي علاوة على متابعة الأنجال وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد حفظهم الله الميدانية في كافة المراحل وجميع هذه العوامل كانت سرا من أسرار النجاح وأضاف سموه منذ بداية الإعداد والتحضير للسباق وضعت هدفا وحيدا لي وهو تحقيق اللقب العالمي وعملت على وضع الخطة الفنية التي سأسير عليها في السباق رغم معرفتي بالتنافس الكبير من قبل مختلف فرسان العالم وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن مجريات السباق لم يكن السباق سهلا بل كانت المراحل صعبة جدا في ظل المنافسة القوية مع مختلف فرسان العالم والأمطار الغزيرة التي شهدها السباق في المراحل الأولى لكني تمكنت بفضل خبراتي وقراءتي لمجريات السباق من وضع الاستراتيجية الفنية التي أوصلتني لتحقيق اللقب العالمي للمرة الثانية وتأكيد مكانة رياضة القدرة البحرينية هذا وقد حضر بطولة العالم للقدرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الجدير بالذكر أن بطولة العالم للقدرة شهدت مشاركة 118 فارسا وفارسة من 39 دولة من دول العالم لمسافة 160 كم انقسمت على 6 مراحل